انتهاك سيادة الدولة والتدخل في شؤونها الداخلية عين ما ترفضه الجزائر ومجمل ما تقع فيه باريس بمحض إرادتها فأدانت الجزائر بشدة الإجلاء السري وغير القانوني لرعية يعتبر تواجدها ضروريا داخل حدود البلاد امتثالا لأمر قضائي وعلى ذلك أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا سعيد موسي بشكل فوري للتشاور في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا السيد سعيد موسي فورا للتشاور الخارجية الجزائرية من جهتها أدانت بشدة انتورط باريس فيما اعتبرته انتهاكا للسيادة الجزائرية معبرة عن رفض الجزائر لهذا التطور الذي من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية أعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم لصفارة فرنسا عن إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري عقب كل توبة فرنسية عن الزلات والأخطاء تمد الجزائر يدها من أجل المضي بالعلاقات بين البلدين نحو الأحسن مثلما كان الحال قبل أشهر قريبة لتعود فرنسا سريعا لتحكير صفو الويد بانتهاك السيادة الجزائرية